أدر القطعة المستقيمة بمقدار سالب 90 درجة حول نقطة الأصل هذه هي القطعة المستقيمة عليكم تدويرها حول نقطة الأصل استخدموا أداة الدوران وحددوا مركز الدوران وبما أن المطلوب تدوير القطعة حول نقطة الأصل، يجب وضع النقطة هنا وسأدورها بمقدار سالب 90 درجة في هذا الاتجاه إذن سالب 90 درجة منتصف هذين السهمين منطبق الآن على المحور X لذا، عند تدوير الشكل بمقدار سالب 90 درجة يجب أن ينطبق منتصف السهمين تماماً على الجانب السالب للمحور Y بهذه الطريقة الآن أجيب على هذا السؤال عند تدوير قطعة مستقيمة، الصورة الناتجة هي؟ قطعة مستقيمة بالتأكيد هذه الإجابة صحيحة لأن الصورة المدورة لها نقطة نهاية طول القطعة المدورة يساوي طول الصورة الأصلية لم يتغير طول القطعة فالذي حدث لها هو عملية تدوير فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر